معنا من القاهرة الدكتور إسلام عنان مدرس اقتصاديات الصحة وانتشار الأوبيئة في جامعة مصر الدولية. أهلا بك دكتور إسلام. ما زالت منظمة الصحة العالمية لا ترى أن كورونا وصل إلى مرحلة الوباء. لماذا تصير على ذلك؟ طيب سؤال كويس. المنظمة الصحة العالمية تحط الوباءات في أربع مراحل. الإيبديميك هو الوباء. هايبر إيبديميك. وباء عالي الانتشار. مع كبانديميك. مع كده سبرادك. فكرة إعلان أن المرض بانديميك. وفراء أنه تأخر شوية. غالبا عشان هم خايفين أن العواقب الاقتصادية تكون تقيلة. لأن أول ما يعلن أي وباء أنه بانديميك. بالتالي كل وزارات الصحة الأمصال والعالم. محتاج تاخد احتياطات احترازية أعلى. هتكون تحت تصرف الـ WHO من نظمة الصحة العالمية. لازم تخزن أمصال وعلاجات وأماكن للحجر. فالاستعدادات للعالم أن يعلن حالة البانديميك. هتكون استعدادات لها تكاليف تعدي المليارات. غالبا في أول أسبوع من التكلم في استعدادات فقط بستين مليار. تضغط على منظمة الصحة العالمية بأن لا تعلن هذا المرض وباء كي لا تتحمل هذه المسؤوليات. ربما مبكرة. يعني ما عنديش معلومة هل ممكن تكون الدول بتضغط أو لا. بس هو بالطبع في حالة من التراكم بأنه خلينا نستنى شوية. يمكن لأن الصين بدأت تحتوي الفيروس. العداد بدأت تتناقص. فبالتالي هم مستنين لغاية مارس. ممكن أن يحصل الـ containment أو الانحصار للفيروس. الخوف كله من الانتشار برى الصين. وده اللي ما كانتش منظمة صحة العالمية متوقعية. وهذا ما كنت أريد أن أسأل عنه. يعني وصلنا إلى الظروة في الصين ربما. وبدأت الصين تحتوي هذا الفيروس. هل نحن الآن أمام الوصول إلى الظروة ثانية خارج نطاق الصين؟ للأسف بقى فيه بقرتين خارج الصين. في إيران وفي إيطاليا. غير البقرة الموجودة في أسيا في كوريا الجنوبية. فبالتالي إحنا عندنا كل الشروط أو كل المواصفات. لـ Pandemic State. لو كلمنا من وجهة نظر علمية. هو Pandemic. فالمفروض يعلن الإعلان. لكن غالبا لو لم يتم الإعلان أنه هو Pandemic. سيبقى لظروف اقتصادية بحتها. وليس علمية. من جهة أخرى. هناك بعض الدول أعلنت بأن لديها مصابين بفيروس كورونا. هناك اليوم عزل لفندقين في أبوظبي. بسبب أيضا اشتباه بإصابات. هناك دول لن نسمع منها شيئا. لماذا برأيك؟ من وجهة نظر حسابية. نحن نعمل تقارير حسابيا. استاتيستيكس. نحن دولنا في الشرق الأوسط. الدول اللي ما أعلنتش. غالبا سيكون فيها حالات. إعلان حالة كورونا محتاج كذا حاجة. محتاج الأول القدرة على وجود أجهزة للكشف. دي موجودة. ما فيهاش مشكلة. الحاجة الثانية. التعرف على الناس المصابين. وديه اللي فيها مشكلة. إن الناس لو أي حد عنده اشتباه بردة أو إنفلوانزة. محتاج يروح يحلل. أو إن نمنع تماما دخول أي حد من المطارات. إلا بعد تم فحص لفيروس كوفيد 19. ولا الإجراءة بيتم. ولا الإجراءة بيتم لصعوبة الماديات بتاعته والوعي. فبالتالي من وجهة نظر شفافية. هو متهيالي ما فيهش حد عنده مصلحة في إخفاء حالات. لكن الفكرة ما فيهش القدرة على كشف الحالات. وبعض الدول التي تقوم بتصوير نفسها تقيس حرارة الأشخاص في المطار. وتقول بأنها تتخذ الإجراءات اللازمة. هل هذا يكفي دكتور إسلام؟ لا يكفي. الكلام يكفي فقط قيس درح الحرارة للناس اللي عندهم أعراض. لكن الناس اللي ما قابلها ظهور الأعراض لا يكفي بالطبع. يجب الكتس المجهزة فقط لكوفيد 19. اللي هي ما قابلها ظهور الأعراض. طبعا هي مكلفة جدا. هنتكلم في الكتس الواحدة بـ 100 دولار أو 150 دولار. وهذه تستخدم للشخص الواحد؟ للشخص الواحد. هنتكلم لو نعملها لتلاتة مليون شخص زائر. اللي هو الشكين فيهم من الدول المصابة. هنتكلم في حدود تلاتة مليار دولار بس للكشف. طبعا نحن غير قادرين على كده. طبعا شكرا جزيلا دكتور إسلام عنان مدرس اقتصاديات صحة وانتشار الأوبئة في جامعة مصر الدولية. شكرا جزيلا.